يعني إلى أي مدى يمكن لنتنياهو أن يستمر بهذه السياسة؟ رأينا تظاهرات تخرج معارضة لسياساته؟ هناك أيضا أرقام تتحدث عن أن شعبيته تتضاءل؟ هل يمكن أن يظل نتنياهو مصمما على عدم عقد صفقة مع حماس فقط من أجل محور فلادالفي؟ أنا شاركت أمس بالجنازة جاري في القدس هيرش جولدبرغ بولين المؤلمة جدا جدا وأعتقد أنه بات واضحا أن هدفي الحرب كما أعلن عنها الرئيس الحكومة نتنياهو وإدعا منذ بداية الحرب أن هناك تناغم بين هدف تحرير الرهائن وهدف إبادة حماس أو القضاء على حماس بات واضحا أنه اليوم هدان الهدفان يتعرضان مع بعضهما البعض أولا نحن نلاحظ ونرى أن كل يوم الذي يمر يعرض حياة المختطفين الرهائن إلى خطر وآخر دليل هو تصفية وقتل المختطفين الستة بدم بارد من قبل حماس فبات واضحا أنه الحفاظ أو الإصرار على البقاء في محور في لديلفيا يعني فعلا وفعليا إنهاء أو القضاء على حياة المختطفين يوما بعد يوم هذا هو ليس فقط بشهادتي أو حسب كلامي إلا بشهادة وزير دفاع نتنياهو يو آف جالنت الذي تحدث عن هذا الموضوع حسب تسريبات في الأخبار قال بالحرف الواحد أن الاستمرار في الإصرار على البقاء في محور في لديلفي يعني موت المختطفين هذا ليس بشهادة رئيس المعارضة لبيد هذا بشهادة جالنت الذي يمثل إجماع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فطبعا محور في لديلفي بدأنا نسمع عنه وعن أهميته فقط في الأشهر الماضية وهذا يثير تساؤلات كثيرة عن جدية هذا الموقف هل هو موقف أمني حقيقي أو مسمار جوحة أو حجة أو مبرر لإطالة أمد الحرب أنا شخصيا أعتقد أنه كل ما اقتربنا من صفقة مع حماس بمحاولة تقريب أمريكية لا وجدنا حجة جديدة من نتنياهو وهذا يثير شكوك خاصة في ظل إثارة الموضوع من قبل الوزيرة أوريت ستروك قبل شهر ونوص أول ما رفعت قضية أو موضوع محور في لديلفي بدأنا نسمع عن أهمية هذا المحور من قبل نتنياهو وهذا ضد بخلاف كل مواقف رؤساء الأمن في إسرائيل ترجمة نانسي قنقر